حتى أسأت له رفقاتي لأنه من غيرتي على بنتي من حبي بالأخير أنا كنت شخص حابي فبما أن الحياة موت وما أحد يعرف شو يصير معه بالنهاية وبما أن هذا آخر لا يبلي لي فخليني أكون طالع و أسكر مسيرتي بهذا المجال في سوشال ميتي وهذا البرنامج بخير مثل ما بيقوله وعن جدا هذا الخير طالع من قلبي فأولا نقدم اعتذارات لأشخاص أنا أسأت لهم لأسباب يعني بالأخير هذه الأسباب لا بدي أحكي فيها مهم نعتذر نحن أولا شخص اسمه ريدر أنا جدا بقدم لك لأسف جدا بقول لك أنا بأعتذر أني لما غيرت على تيمار منك وبتمنى تسامحني كمان نارو نارو من الأشخاص اللي كانت رفيقها إلي قبل السوشال ميديا يعني بوجه له كامل اعتذار أني حكيت موضوع ما لازم نحكه أشخاص يعني أعطون أشياء خصوصية ما لازم كانت تنحكه أنا بوجه له كامل الاعتذار وآسف لأني طعمت بالشرف آسف أني قلت هذا الشيء لكن بالأخير كان في أيام بينه 2 و10 وما لازم يصير هذا الشيء أنا آسف جدا 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 وأعرف أنه ما رح نحكي بيوم الأيام أنا وأنتي لكن تأكدي أنه عن جد ما شاعر بقلبه وارشي تجاهك وأعتذر من كامل القلب إليك أشخاص ثانية مين أنا؟ مهم لكل الأشخاص اللي أنا أسعت لأيلكم أقسم بالله أنا آسف جدا آسف آسف لأيلكم آسف أنا مهند أنا مهند مع أنه مصر بمشكلة بيني بيني لكن أنا آسف لأيلكم على شو ما أعرف آسف لكل الأشخاص اللي طرعت صورتي سيئة تجاههم وكنت سيئة تجاههم كامل آآ هلا لأسف اللي رح يجي هي أسف كثير مهم